بكثير من الحصر يحاول العشرات من سكان مشتد بيرولعة بولاية قالمة إيصال معاناتهم التي ظلت تراوح مكانها منذ سنوات وعجلت بالكثير منهم بالفرار لا لشيء سوى عدم وجود الكهرباء الريفية العشرات من هؤلاء يرغبون في عودة أهالي المنطقة إلى أراضيهم مطالبين السلطات تدخل العاجل من أجل إنقاذ أبنائهم الذين لا يزالوا يدرسون تحت ضوء شموع ويتهون على الحطب ناس حقوا ترسيت إحنا هذا هو صراحة نقول لك الولي ينظر لنا والدائرة تنظر لنا ورئيس بلدية ينظر لنا ولي في الحكم ينظر لنا غلبنا إحنا غلبنا عانينا ياسر حنا عانينا فوق القيناة في 95 عانينا وضرق زينا بقاونا عانيه إحنا سنة 95-96 هاجرنا هذا وفي ظل بقاء الوضع على حاله تبقى أكثر من 300 عائلة تنتظر الفرج من السلطات لربط منازلهم بالكهرباء وعودة الحياة بها وأمل هؤلاء أن يدرس أبناؤهم على ضوء الكهرباء بقواد